ترجيت منطقة الجذب السياحي بأدرار تستقب أعدادا كبيرة من الزوار الراغبين في التمتاع بمناظر خلابة ينابع من المياه الراقراقة تحيط بها الأشجار مما يشعل الزائلة لها بالمتعة والراحة مما يعكس منظرا خلابا وجوا ممتعا بديعا المتعة في قيسان واحد ترجيت في الصيف هو أولا بسبب الخدمات الممتازة التي تعدر فيها وذانيا بسبب جوها الممتاز وذالذا في هيات المناظر الخلابة وهي مكان ممتاز للاستجمام والراحة ترجيت مشاء الله جوزين مريح تبارك الله مشاء الله للمناطق يلا تعود الناس كاملة تزورها كي ترجيت وكيف الوديان كاملين لي مشاء الله مريحين فيهم الراحة تجبرهمهم الراحة وسياحيين مشاء الله كانت جيدة مشاء الله مناظر طبيعية مشاء الله خلابة عائلات تتوجه لها بأبنائها وآخرون يختاروا الرفقة بعيدا عن ضوضاء المدينة ورتابتها بحثا عن للسجمام في كنفي جو الطبيعة الآسر جيت أنا وجمع معي والتركة الحمد لله وزين عندهم منتزها هذا اللي قالوا ترجيت زين وتجيه الناس من كل فجر عميق وراجلهم التوفيق إن شاء الله الناس هي هون جاي مقاطن وفيها سكان مليقاطنين هون في المنطقة أنا جاي اليوم أنا وطافلات معايا نتنزه ونشوفوا هذا المناظر الخلابة وهذا المياه الجارية اللي عاطي ملانة الزين اللي ما عنده اللي مثلا جايبها ملانة زين المناظر الخلابة من شاء الله اللي الدل على قدرته هو الزين أنا وطافلات عن جو كارين ذي الخيمة وعادلين حالتنا فيها خدمات المختلفة تقدم حسب الطلب للوافدين وهو ما يعود بالنفع على سكان الواحة البلاس متكابرين فيهم البلاسة الأعلى تقريباً عشرين ألف خارقة البلاسة أخمسة عشر ألف وخارقة البلاسة تعود بسيطة ما هي قبار عشر والتطياب عنده أخم سلاف ما شيئاً ومن هنا ينتخلص بلاسة عشرين ألف لا يدرع لي هذيك أخم سلاف للتطياب تعود أنتا جاي بشاتاك جاي بحالتاك فهي التباد علينا جينا الناس شيري من عندنا التمر وجينا الناس شيري من عندنا لقنم وجدنا الناس الزوار يجونا وميازات ترجيت اللي أنها بليدة باردة هي من نفسها لأن يخلق الحمان عود تحت حامي عود هنا تياها بارد تقريبا الناس تجي تقيل هنا تما تحس بالشمس ولا تحس بالحمان ولا تحس بالحرارة بليدة زين وبذلك تعد واحد ترجيت إحدى أهم مناطق الجذب للزوار نظرا لماذا توفروا عليه من ميزات جمالية وطبيعية خاصة المياه المتدفقة بين الصخور وبسات النخيل الفاغ وليش عباني قناة الموريتانية واحد ترجيت